الحقيقة إن بتبنى كتير من بيوت المسلمين في زماننا ده للأسف الشديدة على أساس لون البشرة وبيدى ولا صمرة وجيبوا مليان ولا لأ ومكان ومساحة البيت أو السكن اللي هيقعد فيه وما إلى ذلك من حاجات كتير بتتعلق بالمظاهر الشكلية السطحية اللي ما نقدرش نقول إنها بتجلب لوحدها السعادة والروحة وما تدلش برضو على دوام استقرار الأسرة وجعلها متربطة ومتحبة متوافقة بينها وبين بعضها في كل الجوانب حقيقة تسنين صحيح يا ندى وبرغم أهمية الفلوس وبرغم أهمية الجمال بالنسبة لناس كتير لكن يعتبروا نسبيين ومنقدرش نقول عليهم سبتين بالعكس هم متغيرين وما فيش حد يقدر يضمنهم طول العمر لأنهم ممكن يروحوا ومش لازم هم اللي يحققوا السعادة والاستقرار بين الزوجين ولكن الأهم من كل ده هو توافق الفكري بين الزوجين مع بعض وده اللي بيعتبر ركن وركيزة أساسية محدش أبدا يقدر من الزوجين أنه يستغني عنها في حياته الزوجية وده كله عشان تفضل الأسرة سبتة ورسخة وطول ما فيها توافق فكري كل ما هنلاقي المسافات بينهم بتقل يا ندا يا فرح تسليم نقطة التوافق الفكري والتوافق الثقافي والاجتماعي دي من ضمن النقاط المهمة جدا بعض الناس ممكن تكون شايفاها ملهاش أي لازمة لكن بعد ما بيتجوزوا بتحصل بعد كده بسببها مشاكل كتير طيب بعد كده التوافق ده لما بيكون موجود بيخلق حالة من الانسجام والتناغم بين الزوجين ولو في أي مشاكل قدام لقدر الله يقدروا يخلصوها بينهم من بعض كده على أي وجه يعني لكن طبعا بعيدا عن أي مشاكل كبيرة ممكن تهدد سلامة وأمن الأسرة لأنهم دايما وقفين على خط واحد وفهمين بعض كويس جدا وبيتكلموا بنفس اللغة سواء مع بعضهم أو بيتكلموا بنفس اللغة مع ولادهم مش كل واحد له طريقة حتى في الكلام مختلفة يقدروا يتفهموا مع بعض وينسجموا بشكل كويس لكن تخيلوا إن لو فيه فرق ما بين الثقافة أو الفكر بين الزوجين أولا بيبقى الحوار شكله يعني مش حضاري خالص وكل واحد فيهم بيحس إنه هو بيتكلم فوادي مختلف تماما عن زوجه التاني أو عن شريك الحياة كمان بيبقى أي مشكلة بتبقى فجأة يحصل فيها تفاقم كتير وبيتلاقوا نفسهم مش قادرين يفهموا بعض لأن هم بيتكلموا لغة مختلفة تماما عن بعض كمان بيبقى فيه تناقض في تربية الأولاد كل واحد بيفكر بشكل مختلف وبثقافة وبفكر مختلف يعني بصراحة بتبقى الحياة أو العيشة ما يعلم بيها لربنا لو فيه عدم توفق فكري بين الزوجين وكل طرس ماشي في اتجاه مناقض تماما للطرف التاني يبقى عشان نكون مركزين التسنين في كلامنا والناس ما تهشي مننا يقولوا هنطبعين تتكلموا عن إيه بالضبط طبعا مفيش مشكلة إن الزوجين يبقوا حلوين في الشكل جمال عادي يا ربنا يحليهم دايما يا رب معهم فلوس عادي ومعهم كل حاجة مادية تسعدهم لكن قبل كده لازم يكون فيه شرط يحاول قدر المستطاع يعملوه وهو التوافق الفكري والثقافي بينهم لإن دا اللي هيحدد شكل العلاقة بعد كده إزاي هذا استمر وفي حاجة طبعا مهمة جدا حابين نقولها إن الثقافة والفكر دا لازم يكونوا مستندين على الدين عشان نسعد في الدنيا وفي الأخرة زي ما قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فاصفر بذات الدين تريبة يدك ودايما قال برضو من جاءكم من ترضونا دينه وخلقه فزوجوه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة النهاردة احنا متكلم عن التوافق الفكري والثقافي ما بين الزوجين ونقطة بالتحديد وبالأخص اللي هنفتحها مع حضراتكم لو أحد الزوجين عدى يعني كانوا متجوزين في الأول كانوا الاثنين في نفس مستوى الثقافة واحد فيهم عدى التاني بمراحل كثير وبانى عليه فكرين أنه خلاص عدى بمراحل تانية فالتاني بيبقى وضع عامل ازاي والحياة تستمر بينهم ازاي دي بمشكلة بدأت تظهر في الفترة الأخيرة بصت لقي كتير من الأزواج أو الزوجات تقولك إيه يعني أنا حاسة أنه هو لما علي علي شوية في المادة أو في الثقافة أو عمل ماجستير أو دكتوراه برغم من إحنا مثلا نخرجين كلها واحدة أو كنا يعني إحنا الاثنين معنا بكاليريوس أو بنفس القدر من الثقافة والتعليم عداني وبقيت في نظره إلا شوية والموضوع ده بيحز قوي في نفسها ويجي هو يقول هي بدأت تحس بس يهو بيظهر أكتر يا نادة عند الرجالة يعني برغم من بعض الرجالة لو زوجته متفوقت عليه يعني بيداء شوية بتاع لكن بتحس إن الرجل هو اللي بيبدأ يبص لمراته شوية بإلا إذا هو تفوق وعدى مراحل وهي لسه ما جابتوش في بعض الحالات يتسنيمه ممكن تشوفي فعلا الرجل لو عدى مدين أو ثقافين أو حتى أكاديميا يبص لمراته ممكن تلاقيه بينه وبالنفس يقول كده يعني عفوا ما بقتش لايق علي ما بقتش منسباني أنا محتاج حد مناسب الوضع اللي أنا موجود فيه ده وفيه بحان الله الجانب التاني المحترم الجميل جدا يقول لا ده أنا بدأت معهم من الصفر وهي اللي كانت في ظهري فدي أنا اللي هاخد بأيديها وخليها تبقى زي في كل حاجة الظبط فيه اللي بيحاول أنه يعلى بمراته وفيه اللي بيحاول أنه يشوف له بديل آخر وفيه اللي بيفضل مبقي عليها ولكن في الراحة وفي الجاية عمال يبكت فيها ويديها في كلمتين في جنابها عشان هي ما لاحقتوش أو ما بقتش بنفس مستوى لو حصل حالة زي كده الزوج ما شاء الله بيتفوق وعايز دعم وسند لي الزوجة في الحالة دي مفروض تعمل ايه هل بس تبقي على نفسها جوا بيتها مع أولادها وده طبعا حاجة جميلة بس ازاي تبقى في نفس المستوى الثقافي بتاع الجزء وفي نفس المستوى التقدم والتطور اللي جزءها عمال يعمله في نفسه حتى لو هي لسه ربة منزل ومحافظة على وجودها في بيتها